تواصل السلطات المصرية جهودها لإنقاذ ناقلة الحاويات الضخمة إيفرغرين التي تعطل لأيام حركة الملاحة في قناة السويس في حادث أثر على حركة الملاحة البحرية على الصعيد العالمي وأشارت هيئة قناة السويس في بيان لها إلى أنها تلقت عرضا أمريكيا للمساهمة في جهود تعويم السفينة العملاقة مؤكدة أنها تتطلع للتعاون مع الولايات المتحدة بهذا الشأن وجنحت ناقلة الحاويات الضخمة خلال رحلة من الصين متجهة إلى روتردام في الناحية الجنوبية للقناة قرب مدينة السويس